السلام عليكم. ازاي اعرف الدقة بتاعة الادمة اللي انا اشترتها. اول حاجة هنا. اه ادي فيرنر فيرنر كليبر 150 يعني. اه اكس اه 0.02 مليمتر. هذه هي الدقة بتاعة الادمة ذات الورانية. وفي هنا اه بالانش. الدقة بتاعتها بالانش. واحد من الف بوصة. وهنا اعمل ان طول المسطرة ستة انش. لكن هنا طول المسطرة مية وخمسين ميلي يعني خمس شر صمتي. لو بصينا على نفس الكلام هنا في الادمة. هتلاقي ان هنا في الجزء ده الدقة بتاعة الورانية هنا واحد من الف بوصة. طبعا احنا في مصر هنا مش بنتشغل بالبوصة في الغالب يعني. لكن دقة الورانية دي مكتوبة فين? برضك هلاقيها مكتوبة في اخر المسطرة هنا اهي. 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 دقة الورانية 0.02 مليمتر. اه. وهنا كتب لان طول المسطرة خمسار سنتي. وبسيط كده هتلاقي ان المسطرة اخيرة هنا اي خمسار سنتي. وهنا بالانش فوق ستة انش. يبقى هنا اعرف ان ان الادمة ذات الورانية دي دقتها منين? اي اي ما مكتوبة على اه 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 وهنا حلقية في الاخر خالص هنا. دي ما احنا شفناها من شوية. اهي. 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 دقة بتاعة الادمة ذات الورانية او ان انا اه شوفها مكتوبة على هنا بنفس الفكرة. اهي. حاجة التانية او التالتة اللي انا ممكن اعرف بيها هي ان تلاحظ ان هنا المسطرة بتاعت ايه? المسطرة بتاعت ايه? لو جبت الورانية السفر عند السفر اهي? دي ما انت شايف? السفر عند السفر. تبص كده تبص لغاية الاخر هتلاقي ايه واخد هنا دي خمسة سنتي يعني خمسين ميلي. تلاقي ان هو جايب السفر بتاعت الورانية عند تسعة واربعين. طب قسمت تسعة واربعين دولة لكام? اه. هتلاقي ان نقسمهم الى اه خمسين قسم. خمسين قسم. يبقى التسعة واربعين لما الايام مقسمها خمسين قسم. يبقى هنا الدقة برضك اتنين اتنين من مية. يبقى دي الثلاث طرق ان انا اعرف دقة هزيه اه الادمة ذات الورانية اعرفها بدقة كام? دي دقة اتنين اتنين من مية.